مجادة ثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم بحث الرئيس عبد الفتاح سيسي هاتفيا مع خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال تلقي اتصالا هاتفيا من خادم الحرامين الشريفين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وخادم الحرامين الشريفين تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأطحى المبارك حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار فيما أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منظومة الشكاوى الحكومية بسرعة التعامل مع أي شكوى واردة بشأن المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية واشدد رئيس الوزراء على زيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة وذلك للتأكد من التزام الصائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع زيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفي هذا الإطار أجرى مدبول اتصالات مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين للتأكيد على ضرورة تنصيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى كما كلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء لتتولى التنصيق بين مختلف الجهات المعنية قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ أليات تطبيق التسعير بشكل ربع سنوي التوسيط بالتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع من يونيو إلى ستمبر المقبلة جاء ذلك في اجتماعيها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي حيث قررت اللجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 3 إلى 8 جنيهات للتر البنزين 80 وتسعة جنيهات و25 قرشا للتر البنزين 92 وعشرة جنيهات و75 قرشا للتر البنزين 95 كما قررت اللجنة التعديل سعر لتر السولار والكيروسين ليصبح سبعة جنيهات و25 قرشا وتزبيط أفعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء فضلا عن تعديل سعر طن المازوت المورد لباقي صناعات بواقع 400 جنيه لكل طن ليصبح سعر الطن خمسة ألاب جنيها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 33 طن مواد غذائية فيما تم ضبط قرابة 6 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط أكثر من 27 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 533 قضية من بينها 117 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابذ وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط ثمانية قضايا بمضبوطات بلغت كرابة 28 طن أقمح محلية يواصل مطار قهرة الدولية اليوم استقبال رحلة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام وهذا ومن المقرر تسيير ثماني رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج بواقع ست رحلات عودة من جدة ورحلتين من مدينة المنورة لنقل 1755 حجا ختام مجزء الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء موسيقى